موسيقى الدمار الهائل في حيور الشياح قسوة غير مسبوقة يواصل المشهد السوري فصوله ونعله الأقصى منذ الحرب العالمية الثانية تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية عكس أزمة اللاجئين السوريين المبعثرين في دول الجوار وآخرون يتسرعون مع ظروف الحياة في بعض الدول الأوروبية التقرير هذا شار إلى أن حوالي أربعين في المئة من الشعب السوري تم تشريدهم بسبب الحرب المعلنة من طرف النظام على شعبه وتكشف الخريطة عن نحو ثلاث سنوات دمرت سوريا والكثيرين الذين أجبروا على الهروب من منازلهم إضافة إلى مليونين ونصف المليون فروا خارج البلاد خطورة التقرير تكمن في أن هؤلاء المهجرين غالبا ما يبقون لاجئين بقية حياتهم في البلد المضيف وهو ما سجلته الصراعات في دول أخرى حيث يفضل هؤلاء عدم العودة إلى بلادهم يعيش في سوريا 22 مليون نسمة ومنذ اندلاع الأزمة في عام 2011 أكثر من 120 ألف شخص قتلوا 6 ملايين نزحوا داخل البلاد ومليونان و300 ألف فروا خارجها وهذه الأرقام في ارتفاع متواصل بعد احتدام الأزمة المتواصلة كل لاجئ سوري من هؤلاء يحمل معه قصته المأساوية قبل وخلال عملية الهروب التي لا طالما تكون محفوفة بالمخاطر مرسل صحيفة واشنطن باست الذين حصلوا على أكثر من 18 قصة مختلفة عاش هؤلاء الفارون تظهر كل واحدة منها مدى الندوب التي تركها الصراع على حياة اللاجئين الحالمين بالحرية والعيش في بلدهم سوريا بأمان